هنا نتحدث عن خروج القائد العام للجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهام من الخرطوم يسيطر على المشهد السياسي السوداني والتسريبات عن نية تشكيل حكومة تصريف أعمال مقرها بورت سودان التي من المتوقع أن يصل إليها غدا الأثنين وفق مصادر الحدث واليوم بعد أمر على خروج البرهام من الخرطوم نحو ثلاثة أيام تظهر المواقف الحزبية فرئيس حزب الأمة القومي فضل برما ناصر تحدث عن موقفي وقال إن حزبه سيدعم خروج البرهان حال تم بتوافقات وتفاهمات توقف الحرب وتعالج الأوضاع الإنسانية وتشكيل أيضا أو تشكل حكومة انتقالية متوافق عليها أيضا حزب الأمة هنا شدد على دعمه للبرهان إن كانت أولويات خروجه إعادة بناء الوطن من خلال جبهة وطنية عريضة وحكومة انتقالية تعكس التنوع السوداني ومتوافق عليها من مكونات الشعب السياسية والمهنية وأيضا منظمات المجتمع المدني وقوى الثورة البرهان سيتواجد في بورت سودان غدا الأثنين بحسب مصادر الحدث وهنا صرحت الأحزاب والمكونات السياسية عن موقفها باحتمالية أعلان البرهان تشكيل حكومة تصريف أعمال من هناك في الحرية والتغيير الشق المركزي رفضت فكرة تشكيل البرهان حكومة انتقالية مشددة على رفضها القاطع تشكيل حكومة عسكرية مشيرة إلى أن البرهان أمام فرصة تاريخية عليه اغتنامها بما يحقق مصلحة السودانيين هنا ياسر عرمان تمنى في تغريدة له عودا حميدا للبرهان وقال إن الحل السوداني يجب أن يركز على إنهاء الحرب مشيرا إلى أن من ينتظر البرهان في بورت سودان لتكوين حكومة تصريف أعمال يريدون الاستمرار بنهب المال العام على حد قوله على النقيض من هنا أو على النقيض من هذا الموقف كتلة الوفاق الوطني ترى أن السودان يحتاج لحكومة تصريف أعمال وقرارات قوية من البرهان والحوار هو أفضل الخيارات للحل بين المكونين العسكريين والسياسيين أيضا على حد قولها بالتزامن مع هذه الموقف السودانية يظهر موقف أمريكي متطور ومتقدم إذا المكونين العسكريين السودانيين عبر الخارجية الأمريكية التي تقول إن الأطراف السودانية المتحاربة أظهرت أنها غير صالحة وعليها تسليم السلطة هنا الخارجية السودانية ردت بالرفض على هذا التصريح وأعربت بالتالي عن استياءها من موقف الدبلوماسية الأمريكية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات